في ظل تزاهد التصريحات حول أعداد مدمنين مخدرات في البلاد دق نقوص الخطر وبعد الموافقة على لجنة معالجة الظواهر السلبية البرلمانية جاء رد المتابعين للقضية الذين ارتأوا تطبيق القانون الموجود أصلا دون الحاجة إلى تلك اللجنة متسائلين عن دورها في هذا الخصوص عندنا الكثير من التشريعات القانونية التي تقطي جميع الظواهر السلبية وتجرمها فإذا كانت لجنة الظواهر السلبية ترى أن عملها أنها تجرم الأعمال فإحنا هنا ندخل في موضوع هل العمل هذا يعتبر من حرية الرأي والتعبير هل هو من الحرية الشخصية دون الافتتاء على حقوق الآخرين فإحنا نشوف أن لجنة الظواهر السلبية كان عليها قبل طرحة أن تضع لنا المسمى والأعمال حتى نقول هل يستحق أن توجد عندنا لجنة الظواهر السلبية أم لا طبعا أنا ضد وجود لجنة الظواهر السلبية لأني أجد القوانين والتشريعات كافية ورادعة إذا تم تطبيقها على أرض الواقع 100% هل ننظر كما قال البعض أن والله إحنا عندنا جرائم المخدرات التعاطي في المدارس بعض الأمور العنف الموجودة في الشوارع هل تقطيها لجنة الظواهر السلبية أنا أعتقد هذا شيء خاطئ لأن إذا كان عندنا تعاطي مخدرات أو جرائم مخدرات فأعتقد هناك لجنة كاملة وإدارة كاملة في المباحث الجنائية مختصة في جرائم المخدرات وكذلك عندنا وزارة التربية إذا كان هناك تعاطي أن تقوم في عمل دراسة وحل وعلاج لظاهرة المخدرات وإذا كنا نرى أن عدد الطلاب في المدارس بكثرة ويتم نشرها الحبوب والمؤثرات العقلية والمخدرة أعتقد أننا نحتاج إلى وضع دراسة لحماية هذه الفئة وليس لعقابهم عن طريق لجنة الظواهر السلبية وفيما لا توجد إحصاءات رسمية بالعدد الحقيقي للمدمنين إلا أن الرقم التقدري حسب المختصين يبلغ حوالي 20 ألفا أو يزيد قليلا ولكن ما مدى خطورة هذه القضية على المجتمع وكيف تنعكس سلبا على متعاطيها يمكن أكثر من ذلك ولم تعد هذه الظاهرة أصبحت مشكلة كبيرة بدأت تؤرق مضاجع الأهل والحكومة لذلك نحن نعرف أطفال سباب صغار في عمر الزهور هم يقومون بذلك هل الفراغ اللي عندهم هل نوع من التقليد هل ردد الفعل للمجتمع كثير من الطلبة الآن يأخذون الحبوب خاصة الكبتاجون الكبتي من أجل تنشيط الذاكرة من أجل أن يخليه في حالة استعداد للمتعان هنا دور الأسرة هنا دور المدرسة هنا دور المجتمع أن ملاحظة ومراقبة التغيرات التي تصير فيها هذا الشاب ومن ثم الإبلاغ عنها ومن ثم اتخالها في المصاحة النفسية من الناحية العضوية أن يصير عنده نوع من الهزال يصير عنده نوع من الأمراض العضوية من الناحية النفسية يصير عنده نوع من الاكتئاب يصير عنده نوع من الأحياني يصير عنده نوع من العصبية يصير عنده نوع من النشاط الزائد هذا وأن عدد متعاطي المخدرات زاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 25% على أنه تم رصد أكثر من 7500 ملف مفتوح بمركز علاج الإدمان